وحضرتكم الفريق أجازة وراح أصل بيو من بكرة لاستعداد لمباراة البنك الآلي ويوم السبت الدخول في معسكر مغلق والإعلان عن قيمة الفريق اللي هتأخذ هذا اللقاء اللي هيتلاعب على استاذ السلام مش استاذ القاهرة ودي مباراة البنك الآلي وعارف انت المسألة تحس انها يعني ايه الخبر ضايع ما بين الجهتين هل البنك الآلي اللي طالب يلعب في السلام ولا استاذ القاهرة اللي قال انا مش جاهز فالمطش مش هينفع يتلاعب عندي المعلومة في النص تحس انها وععة بين الطرفين مين الطرف اللي صاحب القرار في النقل يعني اتمنى يكون فيه وضوح شوية اكتر في فكرة صاحب القرار هل الستاد هيئة الستاد لان انا شفت ماتش استاد أبي جان اه التراك لسه مش جاهز بس احنا نلعب على النجيلة مش على التراك وفي نفس الوقت هل البنك الآلي ممكن شايف استاذ السلام بالنسبة له افضل يطلع بنتيجة ايجابية في ظل انه لما التحادس كان داري ليهب مع الاهل ليهب في السلام والمباراة انتهت بالتعادل فممكن يكون شايف الجهاز الفني الفريل بنك الآلي كابتن طريق مصطفى يعني انه يلعب مع الاهل في استاد السلام فا اتمنى ان المعلومات تكون فيها وضوح اكتر في الفترة اللي جاي عشان نعرف صاحب قرار النقل المباراة مين هل الرطة هل النادي البنك الآلي ان هو صاحب الملعب هل الاستاد يعني ده طلب مش اقول طلب شخصي ولكن طلب مهني محتاجين نعرف تفاصيل الموضوعات عشان لما نعلن نقوله الخبر بناء على الاستاد بناء على طلب النادي الاستاد لسه مش جايز النادي هو اللي طلب فتبع الامور واضحة بالتأكيد لكل الجماهير